تزامنا مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى العراق شنت الميليشيات الموالية لإيران هجمات متعددة على عدة مواقع عسكرية في العراق البداية كانت في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين حيث استهدفت ثلاثة صواريخ القاعدة العسكرية التي تقع بالقرب من مقر القوات الأمريكية المختصة بصيانة طائرات من نوع F-16 العراقية وتضمها هذه القاعدة إذن قصف صاريخي آخر استهدف هذه المرة قاعدة فيكتوريا العسكرية هذه القاعدة الواقع على نطاق مطار بغداد الدولي القصف الصاريخي تبعه هجوم آخر عبر ثلاث طائرات مسيرة أسقطت القوات الأمريكية في قاعدة فيكتوريا واحدة منها بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق استخدام الميليشيات إذن المتزايد لسلاح الطائرات المسيرة على الرغم من عدم تسببها لسقوط قتلى حتى الآن إلا أن بنتاجون يرى فيها سلاحا خطيرا للغاية مقارنة بصواريخ كاتيوشا التي لطالما اعتمدت عليها الميليشيات العراقية الموالية لإيران السبب هو صعوبة رصد منظومات دفاع الجوي للمسيرات التي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية بالتالي صعوبة إطلاق إنذار مسبق بهجومها بينما تستطيع أجهزة الاستشعار التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وعبر الأقمار الصناعية تستطيع رصد الصواريخ فإن المسيرات غالبا ما تكون غير مرئية لهذه الأنظمة هاجس آخر لدى بنتاجون هو احتمالية لجوء ميليشيات طهران لحرب استنزاف فتصنيع طائرات مسيرة تكلفته منخفضة بينما تبلغ تكلفة صاروخ باتريوت الواحد على سبيل المثال ثلاثة ملايين دولار كما أن تكثيف الهجمات المسيرة خلال وقت قصير قد يؤدي لنفاذ صواريخ باتريوت قبل إعادة تعبئتها أصلا تحديد موقع وهوية الهجمات أفضلية أخرى تمتلكها الطائرات المسيرة مقرنة بالصواريخ فبينما يمكن رصد مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية بسهولة فمن المستحيل عادة تحديد المكان الذي انطلقت منه درون